ما يتعلق بالتوكيل شخص أراد أن يضحي وهذا شائع عند كثير من الناس يقول أنا أضحي لكني حتى أترخص بأخذ شعري وقلم أظافري وسائر ما أحتاج إليه من التنظف يقول أني أوكل غيري ويلزم الحكم الوكيل الجواب لا الوكيل ليس ملزم بالامساك عن شعره وبشره إنما الحكم يتعلق بالموكل نفسي صاحب الأضحية الذي بذل المال للأضحية لا من توكل عنه بالذبح وهذه مسألة مهمة يسأل عنها جمع كبير من الناس من الرجال والنساء حتى أن بعض النساء تقول أريد أن أتوكل عن زوجي حتى يأخذ راحته في التقصير وغير ذلك من الحلق وما أشبه ذلك نقول الحكم يتعلق بالمضحي نفسه وهذا ينبغى أن ينبه